برحب فيكن جميعا على قناة إلهان غافنس بيرغ وبدرس اليوم رح نتعرف على الأسماء في اللغة الألمانية اللي إلها أكتر من جنس قواعدي واحد وبالتالي ممكن تاخد أكتر من أرتكل حتى في اللغة العربية عنا بعض الكلمات اللي ممكن تكون مذكرة ومؤنسة في نفس الوقت مثل كلمة الطريق ممكن نقول هذا الطريق واسع أو هذه الطريق واسعة إذن في كلمات في اللغة العربية بتقبل التذكير والتأنيس ونفس الشي في اللغة الألمانية رح نشوف هاي الكلمات ونتعرف على الأسباب اللي بتخلي هاي الكلمات إلها أكتر من جنس قواعدي واحد حتى سابقا معلومة أخيرة عند قبائر العرب كان في بعض الكلمات عند بعض القبائل مذكرة وعند بعض القبائل الأخرى مؤنسة إذن نتيجة التغير الجغرافي كان فيه كمان تغير للتذكير والتأنيس وهذا الشي مشابه نوعا ما للكلمات في اللغة الألمانية معكم إلهان من قناة إلهان غافنس بيرغ والدرس 21 من دورة تعلم اللغة الألمانية نبدأ بدرس اليوم درسنا في المستوى المبتدئ مستوى A ضمن المستوى A1 القسم الثاني 2 إذن درسنا اليوم في المستوى A1-2 منشوف عنوان درس اليوم Das doppelte genus der Substantive 21 الجنس القواعد المزدوج للأسماء سنتعلم في هذا الدرس رح نتعلم بدرس اليوم الأسماء مع أداتين نومن مت zwei أعتكل إذن الأسماء اللي بتاخد أداتين إذن درسنا في المستوى A1-2 Das doppelte genus der Substantive 21 الجنس القواعد المزدوج للأسماء منشوف الفقرة الأولى من درس اليوم عندي هون عنوان الأسماء مع أداتين نومن مت zwei أعتكل الأسماء مع أداتين نومن مت zwei أعتكل إذن أسماء مع zwei تنين أعتكل اللي هي الأدات مت يعني مع حرف جر مت رح نتعرف عليهم أكتر في دروس قادمة إذن نومن مت zwei أعتكل الأسماء مع أداتين إذن كلمة أعتكل تاني أدات ممكن تكون بشتمت أعتكل يعني أدات تعريف مثل ديا دي دس أو ممكن تكون أدات نكرة قن بشتمت أعتكل أو ممكن تكون أدات نفي وهذا الشي كله رح نتعرف عليه في الدروس القادمة منشوف هون هناك بعض الأسماء في اللغة الألبانية سنائية الجنس القواعدي وبالتالي تأخذ أداتين ويعود سبب هذا الاختلاف لأحد الأسباب التالية إذن عنا بعض الأسماء في اللغة الألمانية بتكون سنائية الجنس القواعدي مزدوجة الجنس القواعدي هذا الشي بيأدي إن هي بتأخذ أداتين وشو سبب هالاختلاف رح نشوف الأسباب هون إذن يعود سبب هذا الاختلاف لأحد الأسباب التالية عندي هون مصدر هذه الأسماء هو اللغة الإنجليزية أو لغات أجنبية أخرى كلمات دخيلة منشوف السبب الثاني أسماء المواد الغذائية غير ألمانية الأصل منشوف الثالث أسماء قديمة لم تعد مستخدمة في اللغة الألمانية الحالية أربعة التغير الجغرافي بين شمال وجنوب ألمانيا أو دولة أخرى ناطقة باللغة الألمانية خمسة أسماء تحمل أكثر من معنى ويتغير معناها بتغير الجنس القواعدي إذن هالخمس أسباب هي اللي بتأدي أنه في بعض الكلمات في اللغة الألمانية أو الأسماء اللي بتاخد أداتين إذن السبب الأول أنه ممكن يكون مصدر هاي الأسماء هو اللغة الإنجليزية أو حتى اللغة الفرنسية أو لغات أجنبية تانية وبالتالي بتكون كلمات دخيلة على اللغة الألمانية اثنين ممكن تكون أسماء مواد غذائية لكن غير ألمانية الأصل سلع مستوردة مثلا ممكن تكون غير ألمانية الأصل الأسماء طبع هاي المواد الغذائية وبالتالي هذا الشيء بيأدي لتعدد الجنس القواعدي عندي كمان هون ثلاثة أسماء قديمة لم تعد بستخدمة في اللغة الألمانية الحالية طبعا اللغة الألمانية القديمة كان فيها بعض الأسماء اللي ما عادت في الوقت الحالي كتير مستخدمة هذا الشيء أدى كمان لأني يكون إلى أكتر من أداة وفيهون سبب مهم جدا هو التغير الجغرافي بين شمال وجنوب ألمانيا إذن متل ما بنعرف بألمانيا في لهجات للغة الألمانية بتختلف بين الشمال والجنوب وحتى الشرق والغرب وبالتالي هذا الشيء بيأدي كمان لتغير الجنس القواعدي للكلمات أو الأسماء وبالتالي ممكن يكون للأسماء أكتر من أعتكل إذن أو دولة أخرى ناطقة باللغة الألمانية طبعا متل ما بنعرف في عنا خمس دول ناطقة رسميا باللغة الألمانية هنن ألمانيا سويسرا النمسا لوكسنبورغ ليشنشتاين بالإضافة لقسم من بلجيكا كمان بيتحدثوا اللغة الألمانية بيطلع تعدادهم كلهم مع بعضهم شيء مئة مليون نسمة ناطقين باللغة الألمانية وبالتالي هذا الشيء بيأدي لتغير الأعتكل بين هاي الدول يعني ممكن يكون اسم مؤنس في ألمانيا بس يكون حيادي في النمسا إذن هذا الشيء راح نشرحه هلا لاحقا بدرس اليوم عندي هون السبب الأخير أسماء تحمل أكثر من معنى ويتغير معناها بتغير الجنس القواعدي إذن عندي بعض الأسماء في اللغة الألمانية بتحمل أكثر من معنى وبالتالي بيتغير المعنى بتغير الجنس القواعدي يعني حسب الجنس القواعدي للكلمة وحسب الأعتكل راح أقدر أعرف المعنى إذن المعنى متغير لما بيتغير الجنس القواعدي بيتغير الأعتكل وبالتالي بيتغير معنى الاسم كليا منشوف أمثلة على كل هاي الحالات الزكرناها ومنتعرف على أهم الكلمات اللي إله أكثر من جنس قواعدي عندي هون عنوان كلمات إنجليزية إنجليشة واتا إنجليشة واتا كلمات إنجليزية منشوف هون بايشبيلة أمثلة عندي هون المثال الأول معناها الملصق في هون رسم توضيحي مثل الملصق اللي بيجي مع أفلام الـ DVD الملصق منلاحظ هون أني الاسم بياخد أداتين ممكن ديا ممكن يكون مذكر مسكولين ممكن يكون حيادي نويتغال وبالتالي إله أداتين لكن الأكثر استخداما واللي أنا بفضل تستخدموها هي دس وبالتالي دس بوستا دس بوستا الملصق كل الأعتكل بدرس اليوم اللي تحت خط هي بتكون الأكثر استخداما واللي أنا بفضل إنكن تستخدموها إذن بيكون في تحت خط لكن كمان ممكن تجي مع الأعتكل الثاني إذن التنتين صح لكن في صح وفي أصح في مستخدم وفي أكثر استخداما هذا الشي كله رح نتعرف عليه بدرس اليوم إذن الاسم الأول عندي هون ديا دس بوستا الملصق منشوف هون الاسم الثاني ديا دس ايفنت ديا دس ايفنت الحدث وفي هون رسم توضيحي إذن ممكن يكون الحدث عبارة عن لقاء أو اجتماع أو حفلة صغيرة بسميه في اللغة الألمانية ايفنت الحدث وفي عندي هون خط تحت الارتكل دس وبالتالي هو الأكثر استخداما وهو الأصح إذن صارت عندي هون دس ايفنت الحدث منشوف الأمثلة التالية عندي هون عنوان كلمات أجنبية دخيلة فرمد ورطة فرمد ورطة إذن شو معناتها فرمد ورطة يعني كلمات أجنبية فرمد يعني أجنبي ورطة يعني كلمات جمع كلمة ورط إذن دس فوت هي الكلمة دي فوتا هي الكلمات منشوف هون بايشبيلة أمثلة عندي هون المثال الأول ديا دس غادا ديا دس غادا الرادار إذن في هون رسم توضيحي لكن في عندي هون خط تحت كلمة دس وبالتالي هي الأكثر استخداما والأكثر انتشارا إذن والأصح دس دس غادا دس غادا الرادار منشوف هون المثال التاني ديا دس فيغوس ديا دس فيغوس الفيروس وفي هون رسم توضيحي إذن بلاحظ هون إني في عندي خط تحت الآتكل ديا وبالتالي هي الأصح لكن ليست الأكثر انتشارا بنتبه هون الأكثر انتشارا بين الألمان هي دس فيغوس لكن الأصح هو ديا فيغوس إذن ديا فيغوس هي الأصح بالرغم من أني دس فيغوس هي الأكثر انتشارا إذن المهم أنكم تعرفوا أنه الاسم فيغوس ممكن يجي مع ديا أو دس مشان إذا سمعتوا التنتين ما تختلط عليكم الأمور إذن ديا أو دس فيغوس لكن مثل ما قالت لكم الأصح ديا فيغوس ديا فيغوس منشوف هون الأمثلة التالية كمان عندي كلمات أجنبية دخيلة منشوف هون بايشبيل أمثلة المثال الأول ديا دس ليتا ديا دس ليتا اللتر إذن واحدة قياس للماء أو للسوائل ليتا اللتر بلاحظ هون أنه في عندي خط تحت الأداة ديا وبالتالي هي الأكثر انتشارا وهي الأصح منشوف المثال الثاني هون ديا دس جومي ديا دس جومي يعني المطاط معناها المطاط وفيه هون رسم توضيحي إذن في عندي خط هون تحت الديا وبالتالي هي الأكثر انتشارا وهي الأصح ديا جومي المطاط وممكن تجي هاي الكلمة بأكتر من كلمة مركبة وتاخد الكلمة المركبة الارتكل تبعها وبالتالي بتصير مثل يعني محاية وفي عندي هون ممكن كمان تشوفوها مع المطاط منشوف الفقرة التالية عندي هون مواد غزائية مواد غزائية ناغونكس مثل ناغونكس مثل مواد غزائية منشوف هون بايشبيلة أمثلة عندي هون المثال الأول ديا دي بابريكا ديا دي بابريكا الفليفلي وفي هون رسم توضيحي في عندي خط تحت ديا معناتها ديا هي الأصح لكن ليست الأكثر انتشارا هون مثل فيغوس بنتبه ديا هي الأصح قواعديا أصح لكن ليست الأكثر انتشارا دي بابريكا هي الأكثر انتشارا إذن في حال سمعتوا من الألمان ديا بابريكا أو دي بابريكا مشان ما يختلط عليكم للموضوع تكونوا بتعرفوا أنه هاي الكلمة بتجي مع التنتين لكن مثل ما قالنا في صح وفي أصح الأصح هو ديا بابريكا ديا بابريكا الفليفلي ودي بابريكا هي الأكثر انتشارا منشوف هون المثال الثاني ديا دس كتشاب ديا دس كتشاب الكتشاب وفي هون رسم توضيحي إذن ممكن تكون ديا وممكن تكون دس هوني ما في عندي خط وبالتالي تقريبا متساويات يعني بترد الكلمة هون أو الاسم هون بيرد في حالات كتيرة مع ديا وفي حالات كتيرة مع دس إذن صعب التفريق هون التنتين صح ممكن ديا ممكن دس ممكن ديا وممكن دس وفي ملاحظة هون بالنسبة لكلمة كتشاب ممكن تنلفز لفظ تاني مثل كتشوب كتشوب أو مثل ما قالت لكم أول شي كتشاب كتشاب الكتشاب وكمان ملاحظة هون ممكن تلاقوا هاي الكلمة مكتوبة هون في عندي ممكن تلاقوا مكتوبة كمان صح لكن الأصح اني نكتبها هيك مثل ما لي كتب لكم إياها منشوف الفقرة التالية كمان عندي هون مواد غزائية عندي هون أمثلة منشوف المثال الأول هون بلاحظ هون إن اللبن إلو ثلاثة آتكل لكن في خط تحت وبالتالي هي الأصح والأكثر استخداما إذن الأكثر استخداما بقول بستخدم لكن مستخدمة في النمسا استغيش بالنمسا مستخدمة بالنمسا اللي عبي اخترنا من نمسا بيعرف أني عندهم بيستخدموا لكن في ألمانيا هون غالبا منستخدم ودي نادرة الاستخدام منشوف المثال الثاني هون إذا منلاحظ هون إنه في خط تحت وبالتالي هي الأصح والأكثر استخداما دس نادرة الاستخدام إذن صار عندي هون منشوف المثال التالي كمان عندي هون مواد غزائية نارونكس متل نارونكس متل مواد غزائية عندي هون بايشبيلة أمثلة بشوف هون المثال الأول دي دس شول دي دس شول عصير مخلوط مياه معدنية شو معناته شول عصير مخلوط مياه معدنية مثل فيه مشروب شهير فيه ألمانيا هون دي أبفل شول يعني عصير التفاح عصير التفاح لكن مخلوط بمياه معدنية مياه غازية بيصير اسمها شول عصير مخلوط مياه معدنية منلاحظ هون انه فيه خط تحت كلمة دي وبالتالي وبالتالي هي الأصح والأكثر استخداما إذا منقول دي شول دي شول ونادرة الاستخدام مع دس منشوف هون المثال التاني ديا دس بومبون ديا دس بومبون معناها حلوة أو دروبسة أو بومبونة إذا منلاحظ هون انه فيه خط تحت كلمة ديا وبالتالي هي الأكثر استخداما الأكثر استخداما دس نادرة الاستخدام في ألمانيا لكن بالنمسا مستخدمة أكتر بالنمسا مستخدمة مع دس مننتقل الفقرة التالية عندي هون كلمات ألمانية قديمة التويتش كلمات ألمانية قديمة عندي هون بايشبيل مثال منشوف المثال هون ديا دي أبشوي ديا دي أبشوي معناها الإشمئزاز معناها الإشمئزاز بلاحظ هون انه فيه خط تحت ديا وبالتالي هي الأصح والأكثر استخداما لكن الكلمة بشكل عام غير مستخدمة حاليا في اللغة الألمانية إلا ما ندر إذن الكلمة بشكل عام نادرة الاستخدام لكن إن تم استخدامها فالأفضل مع ديا وبالتالي ديا أبشوي الإشمئزاز مننتقل فالأفضل الفقر المساعدة عندهون متغيرات اقليمية متغيرات اقليمية العنوان регионال varianten regional varianten متغيرات اقليمية regional يعني اقليم منطقة regional varianten يعني متغير عندهون بايشبيل البريد الإلكتروني بلاحظ هون أني في خط تحت الـ D وهي المستخدمة في ألمانيا إذن في ألمانيا بقول عندي هون بين قوسين في ألمانيا منستخدم دي إيميل لكن في سويسرا دي شفايتس شو يعني سويسرا باللغة الألمانية دي شفايتس الدولة هون إلى آتيكل اللي هو دي إذن دي شفايتس سويسرا جنس القواعدي مؤنس في الدرس القادم رح نتعرف على الدول اللي إلى جنس قواعدي وبالتالي إلى آتيكل رح نتعرف عليه هون في الدرس القادم تماما في الدرس القادم عندي هون دي شفايتس سويسرا منستخدم دس إيميل دس إذن دي إيميل في ألمانيا دس إيميل في سويسرا دي شفايتس مننتقل إلى الفقرة التالية عندي هون معنين مختلفين وذين أنتقل إلى المؤنس إذن معنيان مختلفان جمع ذي هي أداة التعريف للإسم المفرد المؤنس وقلنا هي كمان للجمع كل الأسماء في الجمع بياخدوا دي هون عندي جمع دي بدويتونجن المعاني أو معنيان قلنا بصار عندي اتنين أو أكتر فصار عندي جمع في اللغة الألمانية عندي هون بايشبيلة أمثلة مر معنا هذا المثال في الدرس السابق اللي هو دي زي البحيرة معناها البحيرة ودي زي معناها البحر إذن ديا زي لما بتجي مع أداة التعريف للإسم المفرد المذكر ديا بتصير بحيرة نفس الكلمة زي ديا زي البحيرة ولما بتجي مع أداة التعريف للإسم المفرد المؤنس دي زي بتصير بحر إذن تغير المعنى هون بتغير الأعتكل بتغير الأعتكل إذن نفس الكلمة إلى أكتر من جنس قواعدي إلى اتنين ديا ودي مذكر منشوف مثال تاني عندي هون كمان نفس العنوان معنيان مختلفان عندي هون بايشبيلة منشوف هون المثال معناها أو باب ضخم أو منسمية باللغة الإنجليزية وفي عندي هون معنى تاني اللي هو هدف أو هدف أو عندي هون كمان مرمى تجي بمعنى مرمى نفس الكلمة مع ديا مع أداة التعريف للإسم المفرد المذكر ديا بتصير ديا تو ديا تو بيصير معناها مغفل أو أحمق أو أبله إذن ديا تو مغفل إذن نفس الكلمة هون كمان إلى معنايين مختلفين بفرق بيناتهم من خلال من خلال الأدات لكن هاي الكلمة هون ما عادت مستخدمة كثيرا في اللغة الألمانية نادرة الاستخدام اللي هي ديا تو نادرة الاستخدام حاليا يمكن استخدام كلمات تانية للتعبير عن نفس المعنى مثل دم يعني غبي أو دم كوف يعني بليد أبله مننتقل الفقرة الأخيرة من درس اليوم عندي هون العنوان اللي هو الأسماء مع أداتين درس اليوم اللي هو نومن ميتسفاي عاتيكل عندي هون ملاحظة أخيرة من المهم جدا بالنسبة للأسماء مزدوجة الجنس القواعدي أثناء كتابة نص باللغة الألمانية استخدام جنس قواعدي محدد للإسم وعدم التنويع بالأرتيكل ضمن نفس النص إذن كتير ملاحظة هامة في حال كنا عم نكتب نص باللغة الألمانية فكتير مهم أني نستخدم أرتيكل وحدة بس وما بصير النوع بالأرتيكل ضمن نفس النص إذن في حال اعتمدنا أرتيكل وحدة للكتابة فمنكمل فيها لآخر النص في حال كررنا كتابة الكلمة وما بجوز مرة أكتب دية مرة أكتب دس بحدد أرتيكل وبستمر فيها لنهاية النص إذن ما بجوز التنويع بالأرتيكل للإسم ضمن نفس النص الواحد هيك منكون وصلنا لنهاية درس اليوم تعلمنا في هذا الدرس الأسماء مع أداتين نوم مت تسفاي أرتيكل بتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم لا تنسوا تشاركوا هالدرس مع أصدقائكم حتى هن كمان يتعرفوا معنا على الأسماء اللي إلى أكتر من جنس قواعدي أكتر من أرتيكل لحتى تكون الأمور واضحة بالنسبة للجميع لا تنسوا كمان تشتركوا بالقناة بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو أبونيغن أسفل الفيديو أو من خلال الدائرة اللي رح تظهر فيه منتصف الشاشة تحياتي لكم جميعا كان معكم إلهان من قناة إلهان غافنس بيك وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر